لم تهدأ حتى الآن تستمر الاشتباكات بين مسلحي العشائر وقوات سوريا الديمقراطية رغم إعلان الأخير انتهاء عملياتها في ريف دير الزور الشرقي عمليات خلفت عشرات القتلى وأضرارا كبيرة في مناطق ترزح تحت مشكلات الفقر أساسا رغم امتلاكها للثروات الغذائية والنفطية الأمم المتحدة أعربت عن قلقها من تجزئة النزاع على الأرض السورية وسقوط مدنيين ضحايا هذه النزاعات وحسب ما قال فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة فإن الاشتباكات التي دارت شرقية سوريا زادت من سوء الوضع الإنساني هناك المفوض الأممي أضاف أن السوريين عانوا كثيرا في الأعوام الماضية بسبب الصراعة والأوبئة وجائحة كورونا وأخيرا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا مؤكدا أن سبعة من كل عشرة سوريين باتوا بحاجة للمساعدة إلى جنوب سوريا حيث استهدف حرس مقر حزب البعث في السويداء المتظاهرين بالرصاص الحي مخلفا عدة إصابات ما دفع المبعوثة الفرنسية إلى سوريا بريجيت كيرمي لإبداء قلق بلادها من تصعيد سلطة الأسد عسكريا ضد المتظاهرين في السويداء مطالبة الأسد بوقف اعتداءاته على المدنيين والامتثال للقرارات الدولية وعلى رأسها القرار 2254 بدورها طالبت المندوبة البريطانية في الأمم المتحدة أنسنو سلطة الأسد بالكف عن استخدام القوة ضد المتظاهرين في إشارة إلى استهداف المتظاهرين في السويداء وإيقاع إصابات في صفوفهم تشهد الساحة السورية توترا عسكريا ونزاعات مسلحة في معظم مناطق البلاد فيما يستمر الأسد بقصف المدن والقرى في شمال المحرر مدعوما بسلاح الجو الروسي والحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة لهم ليطال التوتر عبر الجو ما لا يصل إليه عبر البر